السلام عليكم من حادقات كده يرين لبس عليكم أموركم هانيا كنتمنى تكونوا كاملين بيخيروا على خير في أحوال جيدة مرحبا بكم معي فيديو جديد لي هو عبارة عن ميني حريشات بالشيشة ولا بالبولة ولا الشعير كلما ينتقوا شنو كتسميهم كي جي ولدادين محمري من براء ومفتين من الداخل باش تعرفوا المقادر والطريقة دي التحضير كمنوا معي الفيديو حتى الاخر احسا جيت لها ثلاث الكيسان دي البلبولة اللي نقيتها وغسلتها وصفيتها من الماء غادي نديرها في واحد الإناء دي الزاج وغادي نخوي عليها الماء اللي يكون غليان سافي غادي نخوي عليها الماء اللي يقدر انه يغطيها ما متكتروش الماء بزاف ومتغطيوهش بزاف حيث غادي تاخد ليكم مقت طويل باش غادي انها تنشف سافي غادي نغطيها بابي سولوفان وغادي نخليها واحد ثلاث سواء او لاربع تسبايع من الاحسن انكم تخليوها الليلة كاملة وديروها بالليل ولا اخدليه في صباح خدموا بها طف هنا بعد ما خليتها ثلاث شربات ومتليه بانها نشفات كما كنتشوفو هنا الحجم ديالها كي تضاعف ما كتبقاش يابسة كما كانت في اللول غادي نجد عليها كاس ديال السميدة ولا كاس ديال الدقيق اللي متوفر عندكم نستعلى معلقة صغيرة ديال الملحة معلقة كبيرة ديال العسل وكيس ديال الخاميره ديال الحلويات غادي نزيد عليها نصف اربع كاس عفوان ديال زيت البلدية والزيت الرومية اللي متوفر عندكم غادي نجمع هاد الخالط مزيان وغادي نخليه يرتاح حتى نحسبي بانه نشف كما كنصاوبو الحرشة العادية غادي نشف كما كتشوفو بهاد القياس الى بند لكم بلبولة ديالكم ناشفة عفوان جارية زيتوها زيتوها دقيق ولا زيتوها السميدة ضروري انها تكون شدة فرصها ومجموعة ندعي ناخذ المقلة ديال الحرشة غادي نتنابشوا زبدة وغادي نشكل ناخذ كمية ديال من البلبولة وغادي نشكلها كبيرات وغادي نرمدها في البلبولة اللي هي يابسة وغادي نديرها فهد الوسيق اللي عندي نشوفو الحجم اللي اللي بغيتو تديروه المدرتها مش وسطة مش صغيرة ومش كبيرة سوفي غادي نبقى نشكلهم بهذا الطريقه حتى نسلس لي جميع الكمية اللي عندي ديال الحريشات انا اخذت مقيلة اخرى لتايدها انتبشي يدي الزبدة لتعاوني ان يكمل كمية كاملة في اللول كما لاحظتوا ان في المقيلة اللولة درت الحجم ديال بالبولة درتهم شوية رقاقين حسنا كيعجبوني شوية يجيوم حمرين اما هاد المقلة تانية خلتهم شوية غلاد انتوما لاحظة من اللي اللي كيتفضلوا لي كيعجبكم الى كيعجبوكم غلادين وغلضوهم الى كيعجبوكم رقاقين فديروا كمية قليلة وصفي وشكلوها بدكلو السخك اللي عندكم سوف هنا بعد مما درتها فوق البوطالة عفية متوسطة شوية حمرات بقد كنقلبهم كما كنتشوفو راكيجيهم حمرين من تحتهم من فوق متغفلوش عليهم حدا لهم العسل والعسل ضغية كيخليهم انهم ياخدوا ذاك اللون الدهابي سوف يدوم الحرشة ديوانا بعد مما طعبوا فصراحة هما كيجوا صحيين لدادي الفطور يديروهم القوتة الوليدات يديروهم معهم دراسة فكيجيوا لداديين غيجربوهم ان شاء الله غاديعجبوكم بالنسبة لي انا دائما كنديرو حد الكيمية لا بأس بيها وكنديرها في الكنجيلاتور كنلويها في السلوفة وكنديرها في الكنجيلاتور فيما كنحتاجها كنجبد وحدة ولا جوج وكنسخنهم وراكيجيوا في حل يالله طيبتهم داك النار كيجيوا لداديين غيجربوهم كما كتشوفو هدو محرشة ديوانا إلا عجبوكم ديروا لايك ولكومنتير وإلا كنتي أول مرة كتشوفوا القناة ديالي فشاركي في القناة إلا عجبك المحتوى والوصفات اللي كنقدم إلى فيديو قادم إن شاء الله اشتركوا في القناة